السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي كيف هلكم اتمنى ان تكونوا بخير ان شاء الله مرحبا بكم في هذا التحليل الجديد والتحليل اليومي للعملات الرقمية والبيتكوين بصفة عامة نذهب نرى امامكم الشرط الآن الشرط ظهور شمعة خضراء اخرى كما ترون السعر شكل قاعدة في هذه المنطقة وصل لهذا اخونا لهذه النقطة الدعم كما ترون دعونا نأتي بهذا الخط ليشكل لنا خط دعم كما ترون في هذه المنطقة هنا عندنا هذه النقطة هنا نقطة دعم كما ترون السعر كان يواجه مقاومة هنا لكن بعد ان تجاوزها للأعلى اصبحت دعم كما ترون لكن هنا تحولت الى مقاومة جديدة لكن بعد ان اخترقها من جديد انظروا كم توقف عناها تقريبا ثلاثة ايام واليوم الرابع اخترقها بشمعة انفجارية كما ترون هنا ايضا انفاين قام باختراقها بشمعة انفجارية هنا ايضا كذلك نفس السيناريو هنا السعر حاول اختراقها لأسفل لكن لم يستطع الاختراق كانت البائعين المشترين كانوا اقوى من البائعين كما ترون مؤشر الارسي يعطينا دلالات انه لازال هناك صعود للسعر هذه الشمعة كما ترون هنا لكن هذه الشمعة اظن له اعلم انها تعطي اشارة لاستمرار الاتجاه الهابط لكن ننتظر ونرى هل ستدخل السيولة جديدة هل مدى سيقع في الايام القادمة ايضا الاخبار مؤشر مهم جدا في سوق العملات الرقمية وسوق العملات الرقمية بصفة عامة دعونا نذهب الان الى الكمل ماركت كاب كما ترون هنا افضل هذه الى الفريقوين فريدوم هى الفريقوين سابقا كما ترون فريدوم كوين افاسيال اه جود نيوز تأime خواس Bark Nation ² هنا يتحدث هنا حول الفريقوين دعونا سوف س shines in a few weeks لدينا الىぶعني كي اندينا المساطة باقر pay guest for free حسنا هذا احد المناصرين لعملة الفريدوم عملة صراحة جيدة انظروا تتوفر على جميع مؤهلات عملة لها مستقبل ان شاء الله توجد على ثلاثة شبكات توجد على الاثيروم بنانس وايضا على ترون سنتحدث عنها فيما بعد ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نذهب الان الى عملات الترند في الكون ماركت كاب كما ترون اخواني في الله بالنسبة للسيولة فهي مستقرة البيتكوين ايضا على تدول اليوم انخفض بالنسبة 74% بالنسبة للدومينونس لا زال مستقرا لاثيروم وايضا حتى البيتكوين لا زال في الاستقرار نذهب نرى الان العملات الاكتر سعودة كانت عملات الكور عملات شيريز العملات الكلاسيكية التي حققت اكبر لسبة صعود ايضا ضغ ويف هات حققت صعود عملات البانك ليدو كاسبا كل هذه العملات كانت حققت صعودا كبيرا اما العملات التي قد انخفضت بشكل اكبر فهي ايوز نتورك بيتونسر كوكوين توكن ترون عليكم التركيز على عملات المنصات الكبيرة فهي لها مستقبل كبير جدا لان منصات الخاصة بها تقوم بدعمها دائما حسنا دعونا نذهب الان الى عملات التراند عملات التراند توجد عملات البيبي نوتكوين هوكد بروتوكول ايفو اندو مست فيزيتد اكتر اه الاكتر مشاهدة ما ترون كاتكوين عملات القطط نزا جلوبال عادة من جديد البيتكوين الكوريوم ايجو هذه هي العملات الاكتر مشاهدة تقريبا ارانج ايثيروم ايثيروم بدأ يظهر بشكل كبير ايضا حتى الصورة لا بدأت تظهر صورة لا عليها اخبار انها سيتم قبولها ايضا في اوت ايف مثلها مثل الاثيروم نرى العملات التي تم اضافتها اليوم الكثير من العملات تم اضافتها عفوا عملتين فقط توكن ايجو ايجو وايضا سبسون هذه العملات تم اضافتها لديها تقريبا توجد على شبكة الاثيروم فيها اثنان اربعة ستة ثمانية عشر نرى احتي عشر صفر تقريبا عملة سبسون عملة جديدة تم اضافتها لكو الماركت كاب كما ترون اه توجد على الاثيروم للنسبة للويبسايت الخاص بالعملة عليكم دراسة هذه العملة اه نرى المنصات التي توجد عليها هذه العملة توجد على يونيس وايب جوبيتر يعني لا توجد على منصات كبيرة لازلت العملة في بدايتها عليكم الانتباه اخواني في الله من مثل هذه الاستثمارات كما قلت لكم دائما عليكم البحث واستثمار ما لا تتحمل خسارة حتى اذا كانت العملة سكام ليس مشكل بامكانك نسيانها للابد والبحث عن استثمار جديد وفرص اخرى حسنا دعونا الان نتكلم على احد العملات القوية وهي عملات بانكيكس وايب نرى ماذا كنا تكلمنا عليها في احد الفيديوهات انظروا العملة وصلت تقريبا اثنان دولار تمانية ودسعون هذه العملة صراحة عملة قوية جدا فهي قد وصلت لي اخر مرة انظروا كم السعر ال تايم هاي ال تايم هاي وصلت لي اربعة واربعين دولار حسنا يعني اربعة واربعين دولار الان توجد هي في ثلاثة دولار تقريبا هذا السعر فهو جد 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 مغري في صراحة احد التحليلات لهذه العملة يعني اذا وصلت اربعة واربعين دولار يعني في البر القادم توقع ان تصل حتى لمائة وخمسون دولار او مائتين دولار واذا يعني احسب ضرب مائة خمسون مرة او ستين مرة وهي عملة مضمونة حتى اذا قمت بشرائها فلن تندم عليها ابدا لانها صراحة منصة كبيرة ومعروفة جدا حسنا دعونا نعود الان الى هنا لنرى كما قلنا عملة الفريدوم ووحدتكم عليها قليلا حسنا عملة الفريدوم فريدوم هكذا كما طرح فريدوم كوين دعونا نرى هذه العملة جود نيوز عملة لديها كموليتي كبيرة نسبة للسلكلاتين سوبلاي وتسعة تريليون قطعة التوطل السوبلاي اه عشرة تريليون قطعة فول ماركت كاب تقريبا اثنان دولار اثنان مليون دولار اعلى نسبة اعلى قمة اعلى عدد وصل اليه الماركت كاب الخاص بالعملة هو مئتان واربع وسبعون دولار تقريبا يعني ضرب مئة مرة يعني اذا كان ضرب مئة مرة فهذا شيء جيد بمعنى البولران القادم سوف يقوم باختراق قيمتي السابقة وقد يصل الى مليار دولار لان هذه من بين اهداف المؤسس الخاص لهذه العملة هنا نرى هنا الموقع الخاص بها نذهب الان الى تويتر الخاص بهم لنترون توجد على الكثير من المنصات انظروا هنا في بين بين ميستر بين هذا الرجل فهو نشيد جدا صراحة اه يعمل بشكل بشكل متسلسل ودائما يأخذ الامور بشكل جيد جدا حسنا اه نرى هنا بعد التغريرات عفوا بعد التغريدات حول البيتكوين وحول هذه العبلة اه هنا انظروا بعد يعني حتى التعامل معه اه حتى التعامل معه اه يعني حتى لديه متفاعلون في الحساب بشكل كبير انظروا لديه مائة واربعة الف متابع اه يتابعونه بشكل يومي ودائما انظروا التفاعل في حسابه بمعنى ان العملة لها اه جمهور اه يتابعها بشكل يومي ودائما عليها الهاتفة عليها عليها اخبار وعليها اه تحديثات على العملة انظروا هنا بعد اه اه اقوال انظروا بنانس ويهب توسي فري او دوم او دوم كوين اون يور اكشانج اتس ريال وورد يوز كيس بن فاندر اقام بالاعادة تغريد هذه العملة اه هذه اه احد احد يعني احد المفاعلين في العملة هنا اعلان اه يعني هنا كما ترون نرى اه يعني يحاولون صراحة الدخول لابنانس فاذا دخلت هذه العملة لابنانس فتعا اه يعني اقل شيء اقل شيء تزيل اه اه تلاتة اصفار كاقل اقل شيء سوف تقوم بازالة هذه العملة سوف تزيل ثلاثة اصفار ثلاثة اثنان اربعة سوف تزيل هذه الصفرين هنا بسرعة كبيرة لماذا لان اقل شيء كما قلت لكم فهو مئتان مليون دولار ستدخل لها كسيولة وخصوصا اذا دخلت لابنانس فيجب ان تعرف ان دخول سيولة كبيرة جدا وضخمة خصوصا ان العملة لها جمهور كبير حسنا هنا المنصة المنصات التي توجد بها هذه العملة انظروا كم من منصة اكثر من ثلاثين منصة توجد عليها مركزية ولا مركزية توجد على العديد من الازوار صراحة عملة غنية عن التعريف لها تاريخ كبير استطمرنا فيها سابقا ربحنا منها والحمد لله نتمنى ان نربح فيها من جديد انجراء الله باذن الله ونربح فيها رقام جد جد مهمة ايضا اظن ان هذا كل ما لدينا اليوم الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله